السلام عليكم معكم علي اهلا وسلام بكم درس جديد اذا كنت اول مرة شاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الاصدقاء لتوم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن احد الدروس الاساسية والمهمة في اللغة الانجليزية لكي تتحدث او تكتب في اللغة الانجليزية تحتاج ان تتعرف على الضمائر اول نوع من هذه الضمائر ضمائر بحالة الفاعل يعني الشخص الذي يقوم بالفعل كما نعلم الجملة الانجليزية تبدأ بالفاعل subject بعدين verb وعدنا compliment اذا تكملت او تتمت الجملة تابع معاين هذا الفيديو لدينا الكثير من المعلومات المهمة لمعرفة استخدام الضمائر بحالة الفاعل اذا لدينا pronoun اذا الضمائر اربع عنوى لكن في هذا الفيديو فقط نتكلم عن الضمائر بحالة subject اذا بحالة الفاعل او نسميها pronouns in subjective case اذا يجب ان نعرف لدينا سبع ضمائر اول ضمائر هو i نحفظهم بهذا الترتيب he she it we you they دائما نحفظهم بهذا الترتيب تماما يعني i تكون لوحدها he she it ايضا لوحدها we you they ايضا لوحدهم i انا المتكلم دائما عندما نكتب جملة ممكن تحدث عن نفسي يجب ان اقول انا اقوم بالشيء الفلاني او انا جاء انا طويل انا قصير وهكذا اذا يجب ان اعرف باللغة انجليزية i انا انا للمتكلم اذا للمفرد المتكلم كيف عن المفرد المتكلم انا شخص واحد مفرد يعني واحد متكلم اذا اتحدث او اتكلم لشخص اخر he هو للمذكر الغائب يعني غير موجود معنا he هو مذكر غائب مذكر يعني يكون ولد او رجل يعني تذكير she هي للمؤنث الغائب طبعا يكون بحالة المفرد يعني يكون تكلم بنت او انه مؤنث يكون ايضا مفرد it هو وهي لغير العاقل يعني كيف غير العاقل يعني ما عنده عاقل غير الانسان كل شيء غير الانسان يكون مفرد غائب نستخدم معه it ايضا بيكون عندنا مفرد اذا بهذا الشكل اي هي she it اذا اي انا هي هو she هي it هو وهي و نحن للمتكلم ايضا لمتكلم حالة الجمع متكلم للجمع او بحالة الجمع you ننتبه عندما اخاطب شخص يعني تكلم لشخص امامي يما يكون ترجمتها انت اذا كان اكلم شخص واحد انت او بيكون انتي لدينا انتم انتما و انتنا اذا جميعها فيها همزة اذا كلم شخص واحد مذكر انت يو نفسها اذا كلم بنت اقول نفسها يو انتي اذا كان جماعة الذكور يو انتم اذا كان اثنين ايضا يو انتما اذا كان مذكر او مؤنث ايضا انتنا اذا كان مجموعة بنات او مجموعة مؤنث او تأنيث ايضا يو يعني يو نفسها تستخدم لخمس اشخاص نخاطبهم نفسها يو يما تحتار تقول انتم ما هي انتم يو نفسها ذي هم هما هنا نقول ايضا بحالة الغائب هم نستخدم ذي هما اذا كان اثنين ذي نفسها هنا ايضا ذي يعني جمع مذكر او جمع مؤنث او يكون مثلنا ايضا نستخدم ذي اذا نفسها ايضا لاحظ لجمع الغائب اذا نحفظهم اي هي شي ات وي يو ذي نحفظهم بهذا الترتيب ونحفظ ترجمة كل واحدة هذه من اساسيات وانفاتيح تعلم اللغة الانجليزية اذا وصلنا نتيجة اي ووي اي اجمع منها وي اذا كنت ارى تكلم اقول اي انا اذا كان مجموعة يتكلمون يقولون وي اذا وي نحن اذا وي بحالة المفرد وايضا وي بحالة الجمع لدينا هي شي ات هي شي ات اللاحظ بحالة المفرد الجمع منهم اللاحظ ذي يعني هي وشي الجمع منهم ذي هي مفرد ذي جمع شي مفرد ذي جمع ات مفرد ذي جمع يو نفسها بحالة المفرد والجمع يعني يو اللاحظ انت وانتي مفرد ونفسها يو انتم انتما انتنا يعني يو هي نفسها بالمفرد والجمع يجب ان اعرف ترجمتهم ونتقل المرحلة الثانية كيف استخدم هذه الضمار اذا اول خطوة يجب عليك ان تعرف كيف تترجمهم وايضا كيف تقراهم اي هي شي ات وي يو ذي اللاحظة اله دائما متهة بي الي بالانجليزي باخر الكلمة لا تلفظ لكن هنا لا نقول ه هي بهذا الشكل ايضا شي لدينا باللغة الانجليزية اس مع ش سوية نفضها ش وضعنا اي شي ات ايضا وي يو ذي اذا نحفظها بهذا الشكل وبهذا او بهذا اللفظ اي هي شي ات وي يو ذي ايضا نتعلم اي بحالة المفرد وي جمع هي شي ات مفرد ذي جمع يو هي نفس بحالة المفرد والجمع اريد ان استخدهم في جملة اقول مثلا انا جاء بشرة اي اذا انا جاء هانغري لكن هذه الجملة خطأ نحتاج الى فعل كون يعني الفعل يكون اي تأخذ ام تصبح الجملة اي ام هانغري يعني انا اكون جاء اي ام هانغري بهذا الشكل نريد ان نقول هو جاء بدل عن انا نقول هو جاء هو باللغة الانجليزية هي هانغري نفسها لا ما تغير هي تأخذ بعدها از هي از هانغري هو يكون لاحظ هو يكون جاء نريد ان نقول هي جائعة هي جائعة ايضا هي نقول شي شي از هانغري هي جائعة لاحظين ايضا نريد ان نقول هو وهي الغير عاقل يعني نقول انه جاع يعني نقصد انه جاع مثلا الكل انها جائعة مثلا كلبة او قطة نستخدم مع غير العاقل كما قلنا ات لاحظ اي تي لكن هنا بدانا بحرف حرف كبير دائما بداية الجملة حرف كبير ات هانغري لاحظ نفس الصفة العاقل وغير عاقل يعني الانسان وغير الانسان ايضا ات تأخذ از ات از هانغري انه لاحظ انه وانها جائعة يعني ات از نترجمها هو يكون جاع او هي تكون جائعة لكن هو وهي للانسان نقول انه جائع اذا كان كلب انها جائعة اذا كان قطة لاحظ كما اخبرتكم اي نحفظها بهذا الترتيب اي ام لاحظ هي شيئة تأخذ از لكي نعرف انه هي شيئة تأخذ از نحفظها بهذا الترتيب ايضا نقول وي هانغري نحن جائعين نحن جائعين ايضا وي تأخذ ار وي ار هانغري نحن نكون جائعين ايضا you you are hungry نقول شخص انت جائع على حسب خمس ارجمات اذا كلم شخص مذكر you are hungry انت جائع you are نفسه you are hungry انت جائع you are hungry انتم او انتم جائعين you are hungry انتم جائعين او انتم جائعين you are hungry أنتنا جائعات لاحظ نفسها يقول شخص كيف أعرف على حسن ما تريد أنت تخاطب أو تكلم أيضا they are hungry يعني هم يكونوا جائعين نفس الجملة they are hungry they are hungry هما جائعين أو جائعان they are hungry هن جائعات إذن نفس الجملة تماما لكن على حسب الشخص اللي أخاطب لذلك كل ضمير يجب أن أعرف كل الترجمات اللي له عشان أعرف أن أستخدمها أيضا لاحظ we or they نستخدم بعدها R لذلك أخبرتكم أن نحفظها بهذا الترتيب I بروحها يعني الوحدة هي شيئت مع بعض we or they أيضا الوحدهم نلاحظ مع جميع الضمائر استخدمنا نفس الصفة مع المفرد ومع الجمع يعني بحالة الجمع ما ضفنا S S الجمع لذلك ننتبه الصفة باللغة الإنجليزية نفسها بحالة المفرد والجمع مع الإنسان وع الحيوان مع النبات إذا النفس الصفة إذا النفس الصفة ما تتغير مفرد جمع مؤنث مذكر إذا النفس الصفة ننتبه لهذه الملاحظة نلاحظ جميعها استخدمنا hungry أيضا ننتبه عندما نقول he and I هو وأنا يعني ممكن نستخدمها بالضمير we يعني he and I are happy هو وأنا سعدان نستطيع أن نستبدل he and I نستخدم we are happy نحن نكون سعدان أيضا نقول my friends and I يعني أنا وأصدقائي أيضا ممكن أن نحذف my friends and I نستخدم بدلا عنها we يعني my friends and I are happy يعني أنا وأصدقائي نكون سعدان نستبدل my friends and I ب we are happy نحن نكون سعدان إذن بهذا الشكل لا نقول I and my friends دائما الضمير يأتي ثانيا my friends and I are happy نفسها are happy are happy لكن استبدلنا my friends and I بضمير we ننتبه لهذه الملاحظة أيضا he and she هو وهي نستبدل بدلا عنهم الضمير they هما من نقصد هو وهي مثلا نقول علي and خالد أو كالد علي and كالد are ساد علي وخالد يكونوا حزينين بدلا عن علي and كالد علي وخالد يستخدم الضمير they بحالة الفاعل لأنه هذه بحالة الفاعل بداية الجملة تصبح they are ساد إنهم حزينين نقصد بها علي and خالد إذا استبدلنا علي وخالد بالضمير they أيضا he and she استبدلنا بالضمير they ننتبه لهذه الملاحظة نقول the car is white يعني السيارة بيضاء أو لون السيارة أبيض بدلا the car نستخدم الضمير it it is white إنها بيضاء نقصد السيارة بدلا عن الاسم استخدمنا الضمير it أيضا the cars are white السيارات تكون بيضاء أو السيارات بيضاء بدلا the cars نستخدم الضمير they they are white إنها بيضاء نلاحظ بعد it استخدمنا is بعد they استخدمنا are الصفة مع المفرد والجمع نفسها ننتبه لهذه الملاحظة the car مفرد استخدمنا الضمير it the cars جمع استخدمنا الضمير they ننتبه أيضا لهذه الملاحظة المهمة يعني الضمار تستخدم أيضا بدلا عن الأسماء بدلا نقول علي is ساد علي يكون حزين بدلا عن علي نستخدم he is ساد هو يكون حزين يعني بدلا ما نستخدم الاسم نستخدم الضمير مثلا نقول maria is happy maria تكون سعيدة maria is happy نقول she is happy وهكذا نذكر الشخص نفسه اسمه أو نستخدم الضمير لذلك الضمار من المهم معرفتها في اللغة الإنجليزية وهذه أول نوع من الضمار تأتي وين في بداية الجملة قبل الفعل أتمنى أن أقدم شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته